دعونا نجعنا ضميرك أنا رفيق نصر الله بعلن اليوم ندمة عن استمدتي بالدفاع عن النظام السوري وخاصة منذ عام 2011 ولهيك صار إليك ثلاث سنين ما طلعت على سوريا لا مني ندمين أني بالعكس أنا بشرفني أني أنا باللحظات الأولى للي حصلت نظرت للمؤامرة لأني أنا قاري تاريخي كويس وبعرف شو اللي مخطط للمنطق ومبكير كتعارف وأنا بمحاضرة مرة بسوريا قالت أنه سيحصل واحد اثنين ثلاثة لماذا عم تطلع على سوريا؟ إلي عتب أنا إلي عتب عليهم ما عاش معهم ما بقى في شي يقولوا خبس يستفلوا ما بقى في شي بس أنا عبت دوري ومني ندمين بالعكس عتبك عشور كنت واقف أنا ضد هذا المشروع التفتيت سوريا وضد مشروع داعش وضد مشروع النصر وضد مشروع الأجهزة العربية اللي كانت بدمره سوريا كجزء من تفتيت دول المحيطة بإسرائيل وكله كان لمصلحة إنشاء يهودية الدولة كل اللي شايفتيه بالمطقة هو يخدم إسرائيل وكل اللي عم تشوفيه بالتطبيع سيخدم هلأ إسرائيل لا أنا مني ندمين هلأ عتب الشخصي في كتير قضايا أنا عتبين عليه أنا حطيت روحي على هذا الكاف وأنا لمعلوماتك هيا أحاولها أنا أطلق علي النار بـ 22-2012 أنا أريح أنا أريح من إحدى الحلقات بمحطة كان اسمها دنيا هلأ صارت سماء بالليل ولم أتفوه بكلم مش يعني ما حدا يقول عن بعمل بطر روحي هون وما كنت زعلان معنى أنه أنا خطرت بحياتك فما وجدت هلأ هلأ حقلك ليش هلأ مطلعين قرار أنه في 15 أسم يمكن إعلاميين ما بيفوتوا على سوريا إلا بإذن فيزا بحول رأم معي أنا أرفض أن أدخل إلى سوريا العربية بفيزا أرفض أنا لما كنت روح وأقطع الحدود ما كنت لقي سيارة على الطريق